توضيح آخر الله هو إله شخصي وليس إله بعيد وليس إله قاسي أو منتقم أو متكبر أو مكار وليس هو إله فقط عاوز أن يرسل الناس إلى الجحيم وليس إله فقط يهدي أو يضل فالله يحب الإنسان ولكن للأسف دبر كل الخلاص ومع هذا الإنسان يقود نفسه بنفسه إلى الجحيم وعندما أقول إله شخصي الكلمة أنثروبوس يعني اللي بتتكلم عن أنثروبومورفك هذه الفكرة من اللغة الأصلية اليونانية اللي هي كيف بدأ أفسرها في العربي أنثروبومورفك مش عارف صراحة بس هي فكرة تجسيم يمكن توضحها تجسيد لفكرة الله تجسيم مجسم يعني الله غير محدود الله روح يقول عنه الكتاب مال السموات والأرض فكيف تحدد الله بشوية التراب الموجودة هون فمن خلال كلمة الله منستخدم تعبيرات اللي نفهمها لما منقول أنه الله يرى أنه عنده عيون لما الله بيسمع عنده أذان الله عنده أيدي بيعمل الله مثلا استوى على العرش الله موجود على العرش إلى آخره كلها تعبيرات اللي جاءت من الكلمة المجسم أو التجسيم الله في لغة بشرية لغة إنسانية لأنه بعد الكل أنه اللغة محدودة والتعبير محدود فكيف للمحدود أن يفهم اللي لا محدود وكيف للإنسان يعني اللي فعلا أرضي أن يفهم السماوي ألم يقل يسوع لنقديموس معلم الشريعة معلم اليهود إن كنت أتكلم بالأرضيات لست تفهم طب لو اتكلمت في السماويات إشي فوق مستوانة يوم من الأيام معرفش قديش منستخدم الايكيو أو العقل ممكن المكسيموم الزكاء عشرة ممكن أحد يصل إذا كان فلتة زكاء أو شعلة زكاء يمكن يصل المكسيموم لخمسة عشر معرفش إذا فيه أكتر من هيك أنا بالطبع أقل من عشرة ولكن بالسماء رح نكون كاملين نفهم كتير أمور اللي ما فهمناها على الأرض فرجاءً عندما نتكلم عن الموضوع لا نقصد يد ولا رجل ولا أنف ولا عين ولا سمع هذه كل تعبيرات تشسيم عن الله في لغة محدودة ولكنها مفهومة بالنسبة إليك ولا إليك نحن مرة شيء تاني نحن أبناء الله لكن المسيح هو ابن الله الوحيد وواضح بالتعبيرات في اللغة الأصلية ولكن لأن اللغة العربية محدودة في ترجمة اللغة اليونانية فالمسيح ابن الله الوحيد أو ابن محبته فالمسيح قال عن الآب السماوية من رأاني فقد رأى الآب قال أيضاً أنتم تؤمنون بالله فآمنوا به ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة